مع حضراتكم مرة تانية مشاهدين ام كاملين معاكم فقراتنا النهاردة في لايف كلينيك افكركم مرة تانية بتليفوناتنا اتنين خمسة سبعة خمسة ستة تمانية واحد زيرو منتظرين تليفونات حضراتكم في اي حد عنده اي تساولات موضوعنا الحقيقة اللي هنتكلم فيه دلوقتي هو اعتقد ان الموضوع مهم جدا يمكن ثقافتنا المصرية وثقافتنا العربية بشكل عام بتخلينا نخجل من انا نتكلم فيه بس خليني اتكلم مع حضراتكم بكل صراحة ان مشاكل الطلاق مشاكل الانفصال الخلافات الزوجية اللي بقينا بنشوفها الفترات اللي فاتت بشكل كبير جدا في الاساس بتكون من جوة البيت وفي الاساس بيكون هو ده سببها الحقيقة الحياة الجنسية ما بين الزوجين اذا ما كانتش بتسعد الطرفين اعتقد ان ده بتسبب في مشاكل كبيرة جدا عن الزكورة وعن امراض الزكورة عن مشاكل العقم عن مشاكل الضعف الجنسي هنتكلم النهاردة بالتفصيل مع استاذ امراض الزكورة والعقم واستاذ بجامعة السيوت هو وأستاذ دكتور عماد الدين كمال دكتور عماد مساء الخير وسأعلم بحضرتك معنا وخليني أعرف من حضرتك الأول إيه هي أسباب مشاكل الزكورة قبل ما نعرف الأسباب عايز أعرف هل هي زكورة بس؟ ولا هي زكورة وإنوسة؟ لأنه أحيانا بنشوف أنه ممكن تكون الست كمان متسببة بدأ أو هل الست ممكن يكون عندها مثلا مشكلة زي مشكلة عند الراجل ولا لأ؟ طب هي أولا مشكلة زكورة لها أكثر من شق الشق الأولاني هي الأمراض الإطرابات الجنسية في الراجل أو في الست الشيقة الثانية هي العقم وتأخر الإنجام نحن النهاردة يمكن هنركز على موضوع لأنه كبير قوي موضوع الإطرابات الجنسية الإطرابات الجنسية والضعف الجنسي والإطرابات الجنسية مقابل ليه في السيدات لأنه عندنا الضعف الجنسي هو المقابل ليه بعض الإطرابات في السيدات زي رجالة بالزبط بس هم ما يطلقش عليها كلمة ضعف جنسي يطلق عليها إطرابات جنسية أو برود جنسي أو برود جنسي أو تحجر جنسي فيه كذا يحصل في الستات زي الرجال زي الرجال يعني دي بقى ملخص البداية إنه إحنا مش بس بنتكلم عن المشاكل دي بتخص الراجل ولكن كمان أحيانا بتكون المتسببة فيها هي السيدة بالزبط تمام ويمكن الموضوع بتاع الستات يعني مهم جدا لأنه مش باين دايما إحنا الراجل هو في المواجهة وهو اللي بتحمل المسئولية وأي مشكلة في الموضوع ده هو سبب الراجل بقى الأكس لأن الموضوع هو موضوع متبادل والراجل والستة ليهم دور كبير قوي فيه ولازم الستة تتعاون فيه كويس قوي مع الراجل عشان يتم بالشكل الطبيعي اللي ما يحصل ملشي اترابات نفسية وليسعد الطرفين في الآخر بالزبط طيب خلينا نتكلم عن أشكال الاترابات تي إيه هي شكل الاترابات الجنسية اللي بيصاب بها الراجل واللي بتصاب بها السيدة الاترابات الجنسية عشان نقسمها ونفهامها كلنا هي بتمر بمرحلة من مراحل العلاقة الجنسية العلاقة الجنسية الطبعية لها مراحل فينا كلنا في الراجل أو في السيدة طب تبدأ بالرغبة أن يبقى فيه رغبة للعلاقة الجنسية سواء كان عند الراجل أو السيدة يليها عند الراجل بيحصل عملية الانتصاب عند الست يحصل بعض التغيرات التي تحصل في الأعضاء التنسلية أو أن يحصل بعض الارتشاحات في المهبل يليها المرحلة الثالثة هي مرحلة الأرجازم أو الشبق هذا يحصل مع الراجل القذف وفي السيدات يحصل بعض الانقباضات في عضلات الحوض وعضلات الرحم التي تكون مصحوبة بعض الإحساسات النفسية الممتعة المرحلة الأخيرة هي بكل التغيرات ترجع لوضعها الطبيعي إمت أحس أن أنا عندي مشكلة؟ إمت أعرف أن هناك مشكلة؟ عند الراجل؟ لو أنا راجل وعند الست لو أي مرحلة من المراحل دول ما تمتش بشكل كويس فيها خلل لو بدأنا بمرحلة الرغبة لو الرغبة دي قليلة في الراجل أو في الست هي مشكلة يعني إيه قليلة يا دكتور؟ يعني نسبتها قد إيه؟ إمت أعرف أنها قليلة؟ وإمت أحس أنها بشكلها المزبوط أو بمعدلها المزبوط؟ قليلة بمعنى أن الإقبال على الموضوع نفسه قليل جداً أو ما بنفكرش فيه أو ما فيش سؤال أو الحاح عليه لفترات طويلة جداً تمام؟ فترات طويلة يعني شهر مثلاً شهرين ما بين الثلاثين؟ لا إحنا بنقول العلاقة يعني الطبيعية دي الفترة طويلة؟ بشكل طبيعي هي مرتين في الأسبوع مرتين أسبوعين؟ بالضبط كده لكن لو العلاقة تأخرت عن كده بدون أي أسباب مرضية أو عضوية ده بنقول عليها كله في الرغبة لو تأخرت عن كده ما فيه مشكلة؟ الثوارت يكون فيه مشكلة والطرفين مش حاسين بالمشكلة؟ بالضبط كده صح؟ متهيقلي ولا ما ده مش مظبوط؟ لا يا ممكن تتأخر لأي سبب إن كان أسباب عضوية أو أسباب أي أن كانت لكن لو ما فيش أي داعي أو سبب للتأخير هي ضعف في الرغبة الجنسية في الراجل أو في الست وفي الراجل لها أسباب وفي الست أكيد لها أسباب المرحلة اللي بعد كده هي مرحلة إن إحنا الانتصاب مرحلة الانتصاب لو ما تمتش في الراجل بإقول عليه عنده ضعف في الانتصاب لو في الست لو ما تمتش مرحل القصرة عندها بقول عنها ضعف أو قلة في الإصارة الجنسية ده ما يسمى ب whatsoever الجنسي بالزبط أفتكر أنه المشاكل الجنسية بس داADEえる إنها لكانت تفضيل بي violently هل ممكن يكون ليها علاقة بالتربية؟ يعني إحنا برضو كمصريين وكوطن عربي بشكل عام ما عندناش الثقافة الجنسية زي فيلم التجربة الدنماركية كده ما عندناش الفكرة اللي هي إزاي ممكن الأم تتكلم مع بنتها فيما يتعلق بالمشكلة الجنسية أو بالحالة الجنسية وكذلك الأب يعود يتكلم مع ابنه فيما يتعلق بالثقافة الجنسية هل المشاكل الجنسية بتنتج عن ثقافة بتنتج عن تربية بتنتج عن خلفية أم هي مشاكل مرضية عضوية بحتة؟ لا هي طبعا مشاكل التربية الجنسية هي عضوية ونفسية لأن هي طبعا النمو الجنسي في الراجل أو في الست بيكون مصحوب بنمو نفسي بمعنى أن البنت دي أو الولد ده لو اتعرض للتربية الشديدة أو بمعنى أنه لو مجرد هو صغير فكر فيه أو سأل سؤال ولقى الأب أو الأم بتنهره أو بتلاقي إزاي بتفكر في كده أو إزاي بتسأل على كده الولد بيبدأ يعني لأ يعني عيب أو صح أو غلط يما بيكبر بينعكس عليه الموضوع ده أكيد أنه هو الموضوع ده عيب أو فيه مشكلة ممكن يؤدي إلى ضعف جنسي في الراجل أو في الست أو في البنت البنت برضو فيه مشكلة كبيرة أو بتتم فيها أن هي برضو يما بتنهر في الموضوع ده أو يعني بتبقى ريستريكتد قوي أو ملاش تفكير في الموضوع ده أو محدش بديها فكرة أو أي ثقافة عن الموضوع يما بتكبر بتبقى عرضة أن يحصلها حاجة اسمها تحجر أو قلة في الرغبة الجنسية أن هي متجاوز بسواء خايفة أوي خايفة أن الموضوع يتم بشكل صعب جدا ممكن يؤلمها أو ممكن يعني يسبب لها نزيفة فهذه بتخش في حاجة اسمها تحجر جنسي تحجر جنسي أن هي عندها انقباط شديد أو في العضلات بتاعة الحوض والعضلات بتاعة الفخدين فدي بتخلي العلاقة صعبة جدا أنها تتم بشكل صعب جدا وطبعا ده موضوع بيبنى أفكر أنه البنات اللي بتتعرض للختان ممكن يتسبب معهم المشكلة دي ولا ده ملوش علاقة ده لا الختان بيأثر على حاجة مهمة أو مش التحجر لا بيأثر على الرغبة الجنسية وده في حد ذاته مشكلة والإصارة ومستوى الإصارة ومستوى الوصول للشبق لأن إحنا في الختان هو أن الحاجة الخاطئة اللي إحنا بنعملها أن إحنا معتقدين أن الأجزاء اللي إحنا بنشيلها دي أما نشيلها نخلي البنت ما تبقاش مقبلة أو ما عنداش رغبة زيادة بالعكس هو الموضوع مش رغبة خلص هو الجزء اللي إحنا بنشيله ده ليه دور في الإصارة بمعنى أن هي يعني بمجرد من أنها تبدأ العلاقة الجنسية بتصار جدا بس فلو ما أسرتش أو الجزء ده شلناه خلص هي هتبدأ عنده صب برود جنسي شوية جميل طيب خلينا نتكلم عن الزكورة بشكل عام والضعف الجنسي الضعف الجنسي يا دكتور بيتعالج إزاي؟ يعني بيتعالجوا إزاي؟ إيه أشكال علاج الضعف الجنسي؟ بعد الفاصل أوكي بعد الفاصل وعشان أدان العصر ونرجع مرة تانية نستكمل حوارنا مع حضراتكم مرة تانية ونكملين معاكم وموضوعنا النهاردة في لايف الكلينيك نتكلم عن الضعف الجنسي وأمراض الزكورة والعقم بشكل عام ولكن الحياة إحنا مركزين أكتر على أمراض الزكورة والضعف الجنسي طيب دكتور عماد نرجع نكمل كلامنا مرة تانية وأنا كانت عندي سؤال مهم قوي وهو هل يطرى الموضوع ده ليه علاقة بالعمر؟ لأنه زمان كنا بنسمع أنه ممكن يكون المشكلة دي عند الناس الكبيرة في السن أو كبار السن ولكن الحقيقة أن المشكلة دلوقتي ببقيتش بس عند كبار السن يعني بقيت عند الشباب وبقيت عند ناس كتير جد العلاقة فعلا حاليا يعني ملاش أي علاقة بالسن إطلاقا لا بالعكس نحن عندنا النسبة يمكن كتير قوي في الصغيرين الشباب اللي هم حديث الزواج عشان المشاكل النفسية لأننا يمكن المشاكل دايماً الصغيرين مشاكلهم نفسية وكبار مشاكلهم عضوية كبار مشاكلهم سكر وضغط وضهون ومشاكل في الكابت زي ما سمعنا في الحلقة اللي فاتت كل دي بتأثر على الوظيفة الجنسية لكن الصغيرين يمكن يكون عندهم صحيتهم كويسة لكن مشاكلهم النفسية ومأثرة ومأثرة عليهم جداً وهي دايماً اللي بتبدأ معهم في أول الجوازة فالموضوع كتير قوي دولاتي في الصغيرين يعني مش مرتبط بسن معين في رجالة أو في الستات بس فهو السن لا السن ما لوش علاقة طيب إحنا عندنا تليفون من محمود ونرجع نكمل كلامنا مع حضرتك عليكم السلام ورحمة الله أهلاً زي حضرتك طبعاً تفضل ربناح 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 دكتور ساعدتك عندنا عملية الحجر المجهاري وروحنا مشتشفى فقالوا بتتكلف 12.000 جنيه فأرجوك احنا عاودين مشتشفى يعني زي محسين الجامعي يكون بتعملها مثلاً بألفين ثلاثة أو أي مشتشفى وبرجاء التكرم من زيادة وزير التضامن الاجتماعي مونة الفقار اللي مسؤول عن ضر المسنين في الهرم مشت واحدة اسمها عزيزة وبخاطب وزير التضامن الاجتماعي طيب أوكي يا أستاذ محمود دا مش موضوعنا الحقيقة يعني قصة التضامن دي ولكن لو بنتكلم عن العقم لو حدتك حبب مثلاً لا يعني يعني عشان موضوع الحق المجهري لو بيسأل عليه والحق المجهري أكيد يعني بنلجأ له بعض المشاكل يما يبقى عندنا مشكلة في الإنجاب غير قادرة على الحل عضوياً طبياً وجراحياً حتما هي دي الوزيلة للأسلامية في أماكن كتير قوي بتعمل في تبع الحكومة وهو ممكن يعني بعد البرنامج أقول له على أماكن لو عايز خلاص يا ليد أستاذ محمود حدتك تسيب تليفونك ودكتور عماد هيكلم حدتك طيب اتكلمنا عن السن قلنا أن ضعف الجنسي ملوش علاقة بالسن نتكلم عن أشكال الضعف الجنسي إيه هي أشكال الضعف الجنسي يا دكتور الضعف الجنسي إحنا لو بنعرفه إلى أسباب يعني أشكال نفسية نفسية آه وأشكال عضوية نفسية زي ما احنا قولنا دلوقات أنها بتيجي أكتر في الصغيرين يعني في الصغيرين طبعاً لو بيتعطى أي نوع من أنواع المخدرات فبالتالي ده أكيد دي أسباب من الأسباب إحنا ورضو نسينا يعني نقول سريعاً الأسباب التانية غير الأسباب النفسية أنه هو ممكن الأدوية والمخدرات والمكيفات مشاكل الشرايين مشاكل الأوردة مشاكل الأعصاب الناس اللي عندهم مشاكل برضو في أدوية الضغط وأدوية الصكر والحاجات دي كلها ممكن تأثر فلكن الأشكال إيه يعني أو بتبقى شكلها إيه بزبط ممكن يبقى الموضوع نفسي وده كتير قوي في أول الجواز يعني دايماً بنقول عليه حتى ضعف الجنسي لحديثي الزواج أو بنقول عليه فشل في فض غشاء البكارة تمام وده بيبقى أسبابه كتير قوي يمكن في الراجل الخجل والتوتر والقلق وأنه هو عدم خبرة في الموضوع ومقبل على حاجة خايف منها شوية لأنه برضو إحنا دوقتي الثقافة الخاطئة أن إحنا موضوع يعني إلت الجواز ده كلنا بنقعد في بعض الأماكن أو الأقليم يعني أنه ده هدف لازم يتحقق في وقته معين وبعض الأماكن أنت بصت لايه أهل العريس والعروسة مستنين وتحت البيت بالضبط ومستنين بقى يعني إيه مش هيمشوا من بره المكان غير يما يعرفوا الأمور شكلها إيه فهو بتحس أنه داخل الامتحاني يعني موضوع ما بقاش يفتقد إلى العلاقة والمتعة بقى موضوع امتحان سنوات عامة لا وهي كمان بتحس أكيد أنها يعني وكأنها يعني شيء بيستخدم يعني يعني أعتقد أن الموضوع إنساني أكتر من كده بصراحة ده بيعمل خوف ورعب وقلق وتوتر ويعني ممكن يسبب كتير أو الفشل في الموضوع ده الفشل من ناحيته والتحجر اللي حدثة كنت بتتكلم عليه من ناحيتها هيك فمارون ممكن يعد يوم يومين ثلاثة أسبوع لا دي القصة أن هي موضوع بيبقى نفسي أكتر الحاجات التانية الكتيرة اللي بنشوفها الحاجات العضوية الناس اللي هم الكبار بيبقى عندهم ضغط أو سكر الشاريين عندهم بتضعف وإحنا دايما نعرفين الوظيفة الجنسية بتعتمد على الشاريين الدم بيخش العضو الزكري بيعمل انتصاب كويس ياما ببقى فيه مشكلة في الشاريين دي الدم بيتخش كويس فبيعمل ضعف الانتصاب الحاجات التانية للأشكال للطلابات الجنسية التانية أن مشاكل بتاعت القصف قصف سريع قصف متأخر ما فيش قصف عند السيدات الأورجازم أو الشبق إن ممكن ما يحصلش خالص أو ممكن يتأخر أو ممكن ما يحصلش وده بيحصل فيه كتير قوي بنشوفه في مصر بسبب العادة اللي احنا عايزين بغطالها كلنا اللي هي الختان للبنات أو للسيدات لأن هي المشكلة دي ده غالما بتؤدي إلا إما إن الاستجابة أو الشبق يتأخر أو ما يحصلش خالص وده بيصيب بنوع من نوع الاحتقان أكيد والقلق والضغط النفسي لسته وللراجل يعني الاتنين بيبدايوا قوي من الموضوع ده جميل طيب نتكلم شوية عن الخرافات في هذا المجال حقيقة الخرافات في المجال ده كتير جدا خوض الحبية دي أشرب الأعشاب دي عندك مشكلة في بيتك مع امراتك الإعلانات اللي احنا بنشوفها دي يعني الحاجات دي كمان أكيد في منطقة الخطورة يا دكتور ما عرفش يعني هل هي حاجات فعلا بتعمل يعني هل فعلا الحاجات ليها نتيجة ولا الكلام ده كل خرافات ولا إيه هو الموضوع فيه خرافات وفيه متبرعين بمعلومات خاطئة وفيه متبرعين بأدوية كنوع من نوع الواجب يعني كتير الخرافات ان احنا عندنا مثلا الموضوع لا احنا القصة اللي حصلت دي سببها ربط أو عندنا مشكلة نفسية ولازم نروح لشيخ ونروح لعطار ونجيب ايه ونعمل ايه ونلف على المشايخ والناس اللي هم الدجالين بقى عشان نحل المشكلة دي فطبعا دي أكتر خرافات اللي احنا بنواجهها دي لكن هي حقيقي حاجات ما لهاش اي علاقة بساحة يعني مفيش مثلا يا دكتور اعشاب معينة مفيش انا بقى بس اتحادتك شكل يعني علمي هل التغذية ليها علاقة بالموضوع ده هل التغذية السليمة ليها علاقة بالضعف الجنسي أو بالبرود الجنسي عند السيدات التغذية يعني اكيد لها علاقة بحاجات كتير أو بس في حدود يعني احنا ربنا يمكن حط البركة في كل انواع الاكل اكيد وإلا اللي كان ليه وظيفة جنسية وانجابية كويسة اللي معاه فلوس يقدر ياكل كويس لكن لو واحد غلبان بيأكل فلو طعمية خلاص بقى ده العكس اللي بيحسن اللي معاهم فلوس هم اللي بيش عندهم مشاكل واللي بيأكل فلو طعمية ما عندهم شيء مشاكل ما شاء الله بالتغذية بشكل مباشر خالص مالوش علاقة ولا بقى جنباري ولا فصور ولا جرجير ولا بقى شعية الكلمة اللي بيتقل في الأفلام ده نيجي بقى للموضوع الخزعبات العشاب بقى ان احنا في ناس كتير قوي بتستغل الموضوع ده وفتحت من وراء حاجات كتير قوي وللأسف يعني موجة قوية جدا نقعد بقى نعمل قنوات ونعمل برامج على العلاج بالأعشاب واسبكم من الطيب الدكاترة دول مش عارف ايه لا تعالوا خد وصفة مش عارف ايه القوة وصفة مش عارف التأخير القذف وصفة الخصوبة كل ده بنشوف فدران كل ده اي كلام وصفات غريبة جدا يمكن اسعارها وصلت لأعلى او اغلى من الأجمار يبقى عرفنا انه ما فيش حاجة ممكن تؤثر ايجابيا على الموضوع ده وان الموضوع ده مروش علاقة خلص بالتغذية طيب هل فيه حاجات بقى ممكن تؤثر سلبا عليه يعني هل فيه مثلا ايضا حاجات ليه علاقة بالتغذية او بالمشروبات او بقى اي حاجة بتدخل جسم الواحد ليه علاقة بي ولكن بشكل سلبي لا هي مش يعني اكيد بعض الحاجات اللي بتؤثر سلبان الحاجات المعروفة عندنا كحليات كحليات والمخدرات المخدرات وكل انواع الحاجات اللي هي الضارة بالنسبل للتدخين كل ده لعلاقة اكيد هيا دي الحاجات اللي لو دخلت الجسم ممكن تأثر سلبا على الوظافة الجنسية طبعا لان دي برضو بتأثر على الشرايين واي حاجة تأثر على كفاة الشرايين بتأثر على علاقة الجنسية طيب احنا جنة ليفون الحياة من شاب اسمه احمد احمد كان بيسأل على حقن ال جي اتش او حقن الهرمونز اللي بياخدوها بعض الشباب لكمال الاجسام والحاجات دي هو بيسأل حضرتك هل هي ليها تأثير سلبي او ايجابي انه اوقات في صلاة الرياضة يعني بيقولوا اه دي بقى بتدي قوة وبتساعد وكده والبعض بيقول العكس لا ده بالعكس دي هرمونز بتدخل الجسم من خارج الجسم فبالعكس دي بتأثر سلبا على اداء الراجل يعني ده سؤال مهم جدا 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 لان احنا بنشوفه في ناس متعلمين وفي شباب ومنتشر يعني بصفة عالية جدا تمام احنا عندنا استخدام هرمون الزكورة فيه استخدام طبي طبي يعني انا لو واحد عنده ناقص هرمون الزكورة هتدهوله عشان اصلح مشكلة في الانتصاب او في الانجاب لكن فيه حاجة اسمها سوء استخدامات لهرمون الزكورة ايه سوء استخدامات انا عارفين ان هرمون الزكورة ليه تأثير على العضلات انه وبيقول عضلات بيكبر العضلات الكبات بتوقع الصلاة او جي ما تستغلوا الموضوع ده استغلال سيء يجي بقى الشاب داخل الصالة انت عايز تكبر عضلاتك خلص انت هتاخد الحقنة دي مرتين في الاسبوع لمدة شهر هتلاقي عضلاتك بتكبر فعلا معه هو مش عايز يبذل معه مجهود مش عايز يعمل تمرين اكتر اه طبعا لا عايز يركز على الحقن اوكي فعلا هيرب عضلاته هيبقى الامور كويسة اوه في خلال شهر بس هيخسر حاجات كتير اوه في الزكورة بتاعها بمعنى ان الحقن ال او الحقن تستيرون بتعمل يعني تحبيط انها بتقلل افراز الهرمون الزكورة اللي جوا الجسم بتخليه ما بيطلعش انت بتدي حاجة خارجية فالدخل خلاص الغدد بتكسل وبتطلعش حاجة بس فتبدأ افرازات الخسر من حيانات المنوية ال قوي يعني الشاب من دول وانا عملت له تحليل سالمان وقبل الحقن دي افتراض ان هو كان 50 مليون يبقى احسن من بعد الحقن 50 مليون بعد الحقن ممكن يوصل لزيرو زيرو يعني عقم يعني هيبقى مشكلة كبيرة قوي وبتتحلي يا دكتور ولا خلاص دي مرحلة ما يبقاش بقى ليها اي حلول اما انها ترجع بشكل شبه كامل بترجع ولا ما ترجعش احنا الاحتمالات ده كلها وردة ده احتمال تلاتين في المية واحتمالت انها ترجع بشكل جزئي بمعنى اللي كان عنده خمسين بعده عشرة خمسة عشر طبعا اكيد حتى لو بطل الحقن حتى لو بطل الحقن خلاص اصارت ده والاحتمال التالت الخطير جدا انها غير قابلة للرجوع خلاص حصل نوع منوع احباط الغدد فالغدد ما بتفرسي فدخل في مشكلة كبيرة اول فعشان كده احنا دايما الشباب دول بنقولهم خلوا بالكو انت عايز تروح صالة وتعمل عضلات اوكي تمرين اكل مفيش مشكلة خالص لكن بلاش نبقت خالص عن الهرمونز هم بدأوا يغيروا في الموضوع ده وبرده يتغلبوا عليهم اللي هم بصوا احنا هنديكم بس هنديكم كرس يغسل الكلام ده في الاخر في حاجة اسمها حقا تاني تضيع مفعول لا بقى مش ممكن ما حصلش طبعا 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 Athena مش هنديع برضوا طيب قللي يا داكتور ثقافياتنا بشكل عام في مصر او في الوطن العربي بشكل عام لما بيجي لحدرتك مريض مثلا بيجي لك هو وزوجته ولا احيانا ممكن تجي لك هو الزوجة بدون علم الزوج ولا بيجي لك هو الوحده ويبقى خجول جدا من اللي بيقولوا يعني عايز اعرف الموضوع واصل لحد فين ما بين المصريين لأ أنت سألت أسئلة في الصميم المباشر يعني لأن المشكلة دي إحنا بنعاني منها يعني أبسط الأشياء أنا بيجي عند العيان بيكشفه ومرة واثنين وبعد ما استراح لي يقول لي على فكرة يا دكتور أنا ما اسميش محمد أحمد يا إسمي فلان الفلاء طب ليه كده أسوأ أنا مش عايز حاته محرج أعرف إيه والكلام ده كله أكتر من عيان ييجي يقول لنا على فكرة أنا جيت لك أربع مرات بس ألف حوالين العيادة وأمشي وأخيراً تشجعته يعني خلاص فيش فاية أما بالنسبة للزوجة تيجي ولا لأ طبعاً يمكن دلوقتي إحنا تحضرنا شوية يعني ممكن الزوجة تيجي تشتكي لحضرتك والله أنا الزوجي عنده مشكلة كولانية بس محرج أنه ييجي طب أنا أعمل إيه طبعاً طبعاً أي حد منهم بيعمل مجبوض لتحسين العلاقة ده لأن الراجل لغاية دلوقتي هو مرتبط أنه هو راجل شرقي ما عندهش مشكلة وعيب وهو راجل ما فيش حاجة تعيبه وما فيش مشاكل عنده خالص طبعاً يام ما يقولي الموضوع هو غير ما تقولي الموضوع هيا أحياناً هو يقول كلام وهي تقول كلام مختلف تماماً حقيقي أو أحياناً يعني الراجل يمشي يجي لوحده يمشي وألاقي مثلاً مراته بتتسر على فكرة الموضوع ده مش كده خالص ده كذا وكذا وكذا فلا إحنا عايزين نصلح عندنا مشكلة في السقافة مش عيب لا إحنا عايزين يعني لو في مشكلة تتصلح أنا نعيب إن أنا أسيب المشكلة دي لغاية تكبر وتتفاقر تأمير للمشكلة في الحياة المصرية بتاعتك طبعاً لو جالك الزوجين مع بعض إيه الكلمة اللي دايماً بتوجهها للزوجة أو إيه دايماً النصيحة اللي بتوجهها للزوجة هل إن هي تвاجهه هل أن هي ما تواجهوش هل إن هي تحاول تدعمه يعني إيه دايماً النصيحة الطبية السليمة اللي حالك بتوجهها للزوجة مواجهة محفوفة إن إحنا بالمخاطر بمعنى إن هي اتواجهه بس مش بنتوصله إن هي بتعيره أو عيب أو لا لا اتواجه إن إحنا آه والله طب ما تيجي نروح لدكتور طب ما فيه مشكلة طب ما نستشر حد لكن يما يحس إن هي بتقولها له بطريقة غير مباشرة أو طريقة من الظريفة لا ممكن يخذ الموضوع بعند وما يرداش ييجي وما يروحش أو كده والنتيجة للحركة بقوله إنه هينفصلوا عن بعض الخالص الحاجة الثانية إن إحنا دايما يجي قدامنا الزوج والزوجة ما فيش حاجة اسمها أنت السبب أو أنت السبب أو كلام ده كله لا الموضوع مشترك يا جماعة تمام ولو أنا عندي مشكلة هتنعكس علينا كمان طبعا طبعا فهي الشيئ لشيرتنا احنا الاثنين فخلينا نتعاون مع بعض عشان نحلها فما فيش داعي لقص هي أو هو أو مش بتبقى فاضية وهو مش عارف قصه إيه لا نعود ونسمع والموضوع مشترك بيننا نتعاون في حله ونشوف المشاكل إيه ومنتهى الصدر هي أكتر منها عضوية يعني ممكن يجي لك مثلا زوج حدتك تكشف عليه ويخضع لكل التحاليل ويخضع لكل الكشفات وكل حاجة أو الزوجة وتلاقي كله تمام أكيد بيحصل كتير أو في حاجة إحنا عندنا في الضعف يمكن ما قولنا هاشي في حاجة اسمها العوامل الزوجية بمعنى إن الراجل والست كويسين أوي بس هم عضويا عضويا لكن هما بينهم عشان عدم التعاون وعدم التفاهم والخلافات حصل في مشكلة في الموضوع ده إن هو الراجل يقول لك أنا بعيد كويس ما بسمع بالصبح بالليل بشوف نفس الوحدي كويس وهكذا لكن ساعة الموضوع ده في مشكلة عندي بس فطبعا ده عشان هو مش مستريح للطرف التاني ألقام منه خايف منه إن هو موضوع ما يتمش بشكل كويس ينعكس على الطرف التاني ويزعل مني أو يقول لكلمة مش ظريفة تمام فطبعا هي دي المشكلة ودي على فكرة نسبة كتير قوي بتحصل في الشعب المصر تمام ودي ممكن لها أسباب كتير قوي إن هو ما فيش تفاهم من الزوجين نحن نقعد نتكلم ويبقى فيه حوار نشوف إيه المشكلة وإيه الظريف في الموضوع إيه المش ظريف وإيه الوقت المناسب وإيه الوقت المش مناسب بس فدي أسباب كتير قوي ودي ممكن نحلها كلنا ودي ممكن تتحل بالحوار طيب قولي يا دكتور هل الأمراض اللي احنا اتكلمنا عنها النهاردة لو اتكلمنا عن البرود الجنسي عند السيدات زي ما قلنا احنا في البداية اللي مش بتبعينا إن الموضوع ليه شقين الراجل وسط احنا مش بس بنتهم الراجل ولكن كمان الست عليها عامل كبير جدا حدثك قلت إنه الأمراض الجنسية اللي بتصاب بها السيدات هي البرود الجنسي أو تحجر الجنسي زي ما بتطلقه عليه وعلى الناحية الثانية الراجل الانتصاب أو سرعة القصف الناحيتين بيتعالجوا هل بتقداروا تعالجوا الانتصاب وتقداروا تعالجوا سرعة القصف وبتعالجوا البرود الجنسي ازاي بالأدوية لا 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 مش كل الأدوية مش كله بالأدوية عندنا في شق مهم أو في العلاج بتاع طرابات الجنسية اسمه العلاج الجنسي النفسي فبيبقى بيساعد حدرتك طبيب نفسي يعني أنا بجيب المريض قدامي واجيب الكابل يعني بيساعد حدرتك طبيب نفسي في شغلك أحيانا يما تبقى المشاكل العميقة نفسية نلجأ للدكتور نفسي لكن احنا أطباء الذكورة كلهم بياخدوا كورس علاج نفسي جنسي لأن احنا عندنا الموضوع داخل في حاجات كتير قوي فازوبين بيقعدوا قدامي نفتح بقى حوار المشكلة ايه طب انت زمان ايه طب العلاقات ايه طب كان شكلها ايه أعرف الخلفية النفسية للمشكلة من زمان اللي هي خلت له المشكلة حصلت ونبدأ بعد كده نصلح المعلومات معلومات صحيحة ايه العضو ده شكله ايه والأناتومي او التشريح الطبيعي ايه التوقيت المناسب توقيت المناسب والتسولوجية او الوظيفة بتاعت الحاجات دي ازاي والأماكن بتاعتها ايه وشكلها جميل معلومة مهمة جدا في احيانا بعض الازواج بيبقى مش عارف يعني المكان بتاعت العلاقة الزوجية فطبعا دي مشكلة بتبقى نفسية كتير قوي بسهل اننا نحلها جميل او استاذ دكتور عماد الدين كمال واستاذ امراض الزكورة والعقم انا بشكر فانديم على وجودات معنا النهار ده بنتمنى تكون المعلومات اللي حلقتها قولتها أفتكر أن المشكلة وضحت المشكلة لها شق نفسي كبير جدا الحوار الكلام ما نتكسفش ده جزء من حياتنا وجزء من ثقافتنا وجزء من أفكارنا كلنا كبشر مش بس كمصريين بشكركم على حسن المتابعة ويا رب دايما نكون عند حسن ظن حضراتكم شكرا شكرا